احملوا أسماءكم وانصرفوا أيها المارون فوق الكلمات العابرة كالحشرات الطائرة على الزجاج الساعة الوقت وزمننا اليمني الأصيل هكذا يقول اليمنيون وهم يشهدون على الضغائن الإمامية الكامنة في نفسيات الميليشيا الحوثية التي يغيظها كل ما يمت إلى ثورتهم السبتمبرية ومعالمهم ورموزهم الوطنية بصلة تقوم مليشيا الحوثية انطلاقا من ماهيتها الطارئة على الوجود اليمني والدخل عليه من خارج مكانه وزمانه بعمليات تمس الهوية اليمنية المتجذرة في عمق زمانها ومكانها تغيير أسماء المرافق العامة من مدارس ومستشفيات وشوارع وجامعات واستبدال أسماء شخصياتها الوطنية الاعتبارية بأسماء وصور قتلة حوثيين لا يملكون تعريفا لهوياتهم المتقزمة وأسمائهم العابرة على جدار التاريخ اليمني ليست إلا محاولة واهمة لاغتيال التاريخ وصناعة آخر بديلا منه بعبثية مطلقة إنهم يكفرون جذريا بكل القيم الثورية والمعتبرات الوطنية التي اتفق اليمنيون على تقديرها تاريخيا حد القداسة والرسوخ في الوعي الجمعي العام غسل الذاكرة وقصف شواهدها المتألقة بقيم ومبادئ الحضارة اليمنية المتجددة على مسار الثورات التحررية والنظام الجمهوري هو ما بدأت مشروعه الممنهج الميليشيا الحوثية في وقت مبكر على تمدد كيانها اللقيط في الساحة اليمنية وتلطيخه طهر المكان بدنس ميليشياته العابرة بعمرها الافتراضي الضئيل على زمنه الأصيل يرى اليمنيون فيما تقوم به ميليشيا من إحلال أسماء طارئة ومسميات طائفية مكان أسماء الرموز الثورية والوطنية المعتبرة تصرفا صبيانيا يكشف عن خواء نفسية في دخيلة هؤلاء العابرين على حين غفلة من التاريخ والزمن واليمن ويبقى القول إن الهوية الأصلية لليمن هي قيمة معيارية ثابتة غير قابلة للتصرف والحذف والإضافة والتعديل والتغيير والزيادة والنقصان لأنها تحمل مقومات وجودها في وجودها وأي محاولة للنيل منها أو الطمس إنما هي ضرب من العبث والنزق الطفولي الأحمق فالتاريخ لا يموت كما هي أمجاد الشعوب ورمزياتهم الخالدة